موسيقى موسيقى أهلا بكم أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة عسكرية امتدت لأسبوعين وحكت دخوله في حرب على الجبهتين السورية واللبنانية في آن واحد وقد شارك فيها سلاحات الجو والبحرية بالإضافة إلى وحدات المشات وكان الهدف منها تحضير القوات الإسرائيلية لحرب طويلة الأمد ومتعددة الجبهات وبحسب قائد الجبهة الشمالية لجيش الاحتلال أفيف كوخافي فإنه في إطار المناورة جرت تدرب على عمليات اجتياح واسعة وإطلاق نار ومهاجمة آلاف الأهداف في مجمل مواقع القتال ومن ضمنها قرى ينشط فيها العدو كيان الاحتلال يتهم نجل السيد حسن نصر الله بتجنيد خلية عبر فيسبوك لتنفيذ عمليات ضده داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة اتهمت إسرائيل رسميا جواد نصر الله ابن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بتجنيد خلية فلسطينية عبر موقع الفيسبوك بقيادة الفلسطيني محمود زغلول في منطقة طول كرم بهدف تنفيذ عمليات ضدها ويزعم العدو أن جهازي الشباك والشرطة أحبطا عمليات إطلاق نار كانت الخلية التي جندها جواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعتزم تنفيذها في مستوطنات إسرائيلية وزعم التصريحات العدو أن زغلول طلق تعليمات من شخص في حزب الله يدعى فادي طلب منه أن يفتح لنفسه بريدا إلكترونيا يتلقى عبره توجيهات بشأن تجنيد خلية وتنفيذ عملية رصد لأهداف يمكن تنفيذ عمليات ضدها سلطات العدو الإسرائيلي قدمت لوائح اتهام في المحكمة العسكرية ضد محمود زغلول 33 عاما من سكان قرية زيتا الذي قضى أربع سنوات في الزجن الإسرائيلي ورباح لبدي 29 عاما من سكان زيتا أيضا وقضى في السجن عدة سنوات ومحمد مصاروي 20 عاما وأحمد أبو العز 20 عاما ومحمد زغلول 20 عاما بتهام العضوية في تنظيم غير مرخص والاتصال بالعدو وإدخال أموال معادية للمنطقة والتآمر للتسبب بالموت العمد والمتاجرة بعتاد حربي وتعطيل مجريات القضاء وأشارت المواقع الإخبارية الإسرائيلية إلى أنه تم توجيه الخلية للعمل في قناة اتصال سرية تلقوا عبرها تعليمات بتنفيذ عمليات عبر استخدام أحزمة ناسفة وأعداد شبان استشهاديين وجمع معلومات عن معسكرات تدريب إسرائيلية كما تلقت الخلية تعليمات برصد حركة القوات الإسرائيلية في المنطقة وطلب أعضاء الخلية من حزب الله أسلحة وأموالا لتنفيذ العمليات فتلقوا خمسة آلاف دولار عبر تحويلات من الخارج وفي تعليقه على الموضوع قال المعلق العسكري لموقع يدعوت أحران وترون بن شاي إن حزب الله لم يكف في السنوات الأخيرة عن محاولات إنشاء بنية لخلايا في الأراضي المحتلة عام 67 وحتى داخل مناطق 48 بهدف تنفيذ عمليات كانت في الماضي ضمن نشاطات وحدة العمليات الخارجية في حزب الله لكنها هذه المرة كانت من تدبير وحدة العمليات في الأراضي المحتلة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن أوضاع إيران المالية ستتحسن وستخصص جزءا من مواردها لزيادة الدعم لحزب الله رأى رئيس أركان جيش الاحتلال قادي أيزنكوت أن حزب الله يحتل المرتبة الأولى في سلم التهديدات والأخطار التي يواجهها كيان الاحتلال مشيرا إلى أن ترسانة الحزب تضم مئات آلاف الصواريخ وأن قدراته قد تزيد بعد تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران وضخم زيد من الأموال إليه وفي كلمة ألقاها في مؤتمر التقديرات الاستراتيجية الإسرائيلية لعام 2016 شرح أيزنكوت التهديدات والأخطار التي يواجهها الكيان واستعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهتها وأوضح أن الاتفاق النووي يحمل مخاطرة كبيرة قائلا بحسب تقديراتي فأن السنوات الخمس المقبلة ستبذل إيران جهودا كبيرة لتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق لكنها ستحصل مقابل ذلك على أفضليات وهي ستواصل النظر إلى نفسها كقوى إقليمية مع إدارة حرب ضد إسرائيل بواسطة أذرعها كحزب الله الذي يمثل التهديد الأخطر اليوم على الكيان ولفت رئيس أركان الاحتلال إلى أن حزب الله منتشر في 240 قرية جنوب لبنان حيث يخفي بنيته من الترسان الصاروخية ومنظومات هجومية ودفاعية زادت من 10 ألاف صاروخ إلى 100 ألف بانتظار الأمر باستخدامها ضد إسرائيل وهو واقع يقلل من قوة الجيش الإسرائيلي وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأوضاع المادية في إيران ستتحسن وفي غضون عام أو عامين سيتم توجيه موارد مالية كبيرة ضد كيان الاحتلال إضافة إلى زيادة في إنتاج الصناعات العسكرية الإيرانية التي ستحول إلى حزب الله وأضاف أن الإيرانيين يقومون بتحويل نحو مليار دولار سنويا للحزب وبحسب تقديراتنا فإن هذه الميزانية ستزداد اعتبر القائد السابق لفرقة الجليل العسكرية الفرقة 91 في جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد موني كاتس أن حزب الله حسن قدراته العسكرية وخصوصا الهجومية بفضل التدخل الروسي المتزايد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا كتب القائد السابق لفرقة الجليل العسكرية الفرقة 91 في جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد موني كاتس بالاشتراك مع الباحث نداف بولك مقالا منذ شهر نشر في موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط الإلكتروني وقد نشرته صحيفة وها أراتس في مطلع الأسبوع فأكد أن الوجود العسكري الروسي المتزايد سيعزز خبرة حزب الله ويمنحه القدرة على استخداص دروس ذات قيمة عالية للمواجهات العسكرية المقبلة ووفقا لبولك وكاتس فإن استراتيجية حزب الله اعتمدت حتى الآن على الدفاع والاستنزاف في المواجهات ضد الكيان وأن الحزب كان يعتبر أنه طالما لا ينهار أمام ضربات جيش الاحتلال فإن بإمكانه البقاء ويصف ذلك بالانتصار لكن الحرب في سوريا غيرت النموذج الدفاعي للحزب فالتدخل الروسي يعني أنهم يتعلمون هذه الدروس من أحد أفضل الجيوش في العالم فالحزب سيطلع على أسلوب التفكير والتجربة للضباط الروس كما تبلورت في الحرب في الشيشان وسيتمكن من التعلم منهم كيفية تفعيل القوات بصورة فعالة في خلال الهجمات التي تنفذ في مناطق مأهولة ومقتضة بالسكان كذلك فإن حزب الله قد يكتسب خبرة في استخدام أسلحة لم تكن في حوزته بالماضي وقال الكاتبان أن هذه ستكون فرصة أولى لحزب الله لمشاهدة كيف أن قوة عسكرية من الدرجة الأولى تخطط لعملية عسكرية وإذ أشار كاتس وبولك إلى أن الروس وحزب الله أقاما غرف عمليات مشتركة في دمشق واللاذقية توقع أن حزب الله سيتلقى معلومات استخبارية روسية والتعلم من طريقة حصول الروس على معلومات وتحليلها من مصادر مختلفة ومتنوعة كشف تقرير مصور لمراسلة القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أيالا حسون أن قوات النخبة من شرطة وأجهزة الاحتلال الأمنية كانوا على بعد بضعة أمتار فقط من الغرفة التي اختبأ فيها نشأة ملحم منفذ عمليات ديزينكوف في تل أبيب فيما اقتحمت الشرطة منزلا آخر مجاورا لمخبئه وتشير القناة إلى أن مراسلتها حسون كانت تيال أخرى على بعد أمتار فقط من المنزل الذي كان نشأة يختبئ بداخله فأجرت مقابلة مع والد ملحم وأحد أقاربه ليتبين لاحقا أن هذا الشاب هو الذي وفر المسكن والطعام والسجائر لملحم بحسب إدعاء تحقيقات أجهزة الاحتلال وتؤكد القناة في تقريرها أن ملحم بدأ يتحول إلى أسطورة عند بعض أبناء قرياته خصوصا الشباب الصغار الذين أكدوا خلال التقرير أنهم يرون في نشأة شابا ثائرا دافع عن وطنه ومات شهيدا فداء للوطن فيما اتهم بعض آخر قوات الاحتلال بتعمد أعدم ملحم على الرغم من قدرتها على اعتقاله قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال تعمل باستمرار لرصد مناطق الأنفاق باستخدام التكنولوجيا الحديثة بما فيها طائرات الاستطلاع المتطورة وغيرها فهي تتخوف من أن حماس لن تفوت الفرصة لتنفذ هجوما كبيرا من شأنه أن يؤدي إلى إجراء مفاوضات حول أطلاق سراح أسرى أو مفاوضات التهدئة خرجت حماس من بين الأنقاض وتستعد للجولة المقبلة من العنف هذا ما أورده تقرير في صحيفة معاريف العبرية الذي أشار إلى أن كبار قادة الجناح العسكري محمد الضيف ويحيى السنوار يقودان مشروع إعادة بناء البنية التحتية من خلال إعادة ملء مستودعاتهم بالصواريخ وحفر الأنفاق بما فيها تلك التي تشق طريقها إلى الأراضي المحتلة معاريف أشارت إلى أن جيش الاحتلال يستعد لتسلل مسلحين من الأنفاق لتنفيذ هجوم كبير يتضمن خطف إسرائيليين أو سيناريو آخر يتمثل في إطلاق قذائف الهون التي مثلت قوى كبيرة لحماس خلال الحرب الأخيرة في ظل فشل نظام القبة الحديدية بالتصدي لتلك القذائف وأشارت معارف إلى أن حماس تجري العشرات من التجارب الصاروخية باتجاه السواحل البحر المتوسط لاختبار قدرات تلك الصواريخ مؤكدة أن كيان الاحتلال يحتاج إلى عدد كبير من بطاريات القبة الحديدية للتصدي للصواريخ الكثيفة التي ستطلق من غزة في المواجهات المقبلة والتي ستكون بحاجة لحماية المنشآت الحساسة كذلك المناطق ذات الكثافة السكانية ويقول الموقع العبري أن محمد الضيف الذي أدار حرب الأنفاق في صيف عام 2014 يستعد لمواجهة أخرى بإصدار أوامره بحفر مزيد من الأنفاق ولا أحد في الكيان يعلق على ما إذا كانت بعض الأنفاق قد دخلت العمق أم لا إلا أن ذلك أصبح واردا جدا والمشكلة بحسب معاريف أن إسرائيل لا تملك حلا سحريا لمواجهة هذا الثلاح الاستراتيجي وهو الأنفاق واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو هجومه على المواطنين العرب وهذه المرة من خلال تصريحاته بأنه سيعمل على مواجهة مواصفه بالإزعاج الصادر من بعض المساجد من خلال قانون منع الضوضاء وجاءت تصريحات نتنياهو في جلسة مغلقة لكتلة الليكوت في الكنيسة الأسبوع الماضي نشر موقع NRG تسجيلا صوتيا منها وقال نتنياهو إن الحكومة ستواصل تطبيق القانون بصرامة في البلدات العربية وتطرق إلى قضية الأذان في المساجد وتعدد الزوجات بالأساس وقال نتنياهو لا يوجد احترام حقيقي للقوانين في معظم البلدات العربية معظمها بما في ذلك قوانين البناء ويمكن مشاهدة ذلك عبر خرائد جوجل كما تطرق نتنياهو إلى إطلاق النار في الأعراس في البلدات العربية بدلا من المشاكل السكنية والاقتصادية وقال تصوروا لو كنتم ستأتون للأعراس مع كلاشينكوف وقمتم بإطلاق النار أنا لا أقبل الإدعاء بأن هناك فوارق ثقافية وتحدث نتنياهو عما وصفه بالضوضاء المزعجة التي تتعالى من بعض المساجد وقال إن ليس هناك أي فتوة النص على أنه يجب الإزعاج وأضاف ليس هناك أمر كهذا في الدول العربية ولا في الدول الأوروبية المتنورة إنه حتى بعض المواطنين العرب يعانون من ذلك خصوصا القاتلين قرب المساجد كيان العدو ما زال يستفيد من غاز الشرق الأوسط خصوصا فلسطين فقد تم اكتشاف حق الغاز يشابه في حجمه حق التمار وقد يوفر منافسة ضد شركتين ديليك ونوبل نوبل أنرجي في سوق الغاز الطبيعي ما يسهل إنتاج الغاز الطبيعي من دون خشية احتمال أن يقود تصدير الغاز إلى نقص في تغطية احتياجات السوق المحلي في المستقبل المنظور أعلنت مجموعة إسرامكو ومودعين للتنقيب عن الغاز الأحد الماضي اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي يحوي كميات كبيرة من الغاز في البحر المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية وقالت المجموعة أن الحقل المكتشف يحوي نحو 8.9 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في مناطق دانيال الشرقية والغربية مشيرة إلى أن الكمية المكتشفة تعادل كمية الغاز في حقل التمار الذي بلغت قيمته حوالي 10 مليارات دولار وقد أبلغت الشركتان الإسرائيليتان البورثة الإسرائيلية الأمر وبحسب التقديرات الرهنة فإنه في أحد المواقع يوجد حوالي 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في حين أنه في موقع آخر يوجد حوالي 7.8 تريليون قدم مكعب وأعلنت الشركتان أنهما تنويان تجنيد شركاء إضافيين من أجل تنفيذ فحص لمعرفة كمية الغاز الموجودة والمقدرة حاليا بحوالي مليار قدم مكعب وفق أقل التقديرات إلى 1.2 مليار قدم مكعب وفق تقدير متوسط و1.8 مليار قدم مكعب في تقدير مرتفع ورغم البلاغ المتفائل فإن شركتين مودعين وإسرامكو أبدتا تحفظات وقالتا أن الأمر يتطلب عمليات تنقيب أخرى من أجل التأكد من التقديرات وليس هناك ما يضمن احتمالات تجزيد التقديرات وتملك شركة إسرامكو 65% من امتياز المنطقة التي يجري الحديث عنها كما أن شركة مودعين تملك فقط 15% في حين تمتلك باقي الأسهم شركات يملكها حي انتساف ومستثمرون أجانب قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الجاري منع دخول العمال الفلسطينيين إلى الكتلة الاستيطانية غوش عتسيون في جنوب الضفة الغربية بعد إصابة مستوطنة إسرائيلية ومقتل أخرى وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة الرسمية أن قائد جيش العدو في منطقة غوش عتسيون رومان غوفمن قرر منع دخول عمال فلسطينيين إلى المستوطنات وإبعاد الفلسطينيين المتواجدين فيها حاليا ولم يوضح جيش الاحتلال الفترة الزمنية التي سيمنع فيها العمال الفلسطينيون من الوصول إلى أماكن عملهم في الكتلة الاستيطانية غوش عتسيون التي تعتبر واحدة من أكبر الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية كشفت صحيفة يدعوت أحرونوت النقاب عن أن أعضاء منظمة المقاطعة العالمية بي دي أس أفشلوا المحاضرة التي كان يلقيها رئيس جهاز الأمن العام الأسبق عامي آيالون في جامعة في لندن حيث حطموا أبواب القاعة وأقاموا الضجة وطالبوا بمحاكمة آيالون بتهم ارتكاب جرائم حرب وآيالون هو صاحب المقولة الشهيرة لقد قتلت فلسطينيين أكثر مما حماس قامت بقتل يهود وإسرائيليين في الإطار نفسه مشروع قرار أوروبي جديد يعتبر كل الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي غير سارية المفعول داخل حدود المناطق التي احتلت عام 67 ووزارة الخارجية الإسرائيلية تصف سياسة الاتحاد الأوروبي بسياسة الكيل بمكيالين صدق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مشروع قرار يعتبر كل الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي غير سارية المفعول داخل حدود المناطق التي احتلت عام سبعة وستين وأشار القرار إلى أن هذه الخطوة ليست مقاطعة لإسرائيل وأن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة مقاطعتها القرار الأوروبي شدد على معارضة الاتحاد ودول الأعضاء للمستوطنات ولمواصلة البناء الاستيطاني وضرورة التمييز بين المناطق التي احتلت عام ثمانية وأربعين والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ووجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انتقادات السياسة الاستيطانية التي تتبعها إسرائيل في الأراضي التي احتلتها بعد العام سبعة وستين ووصفها البيان بأنها انتهاك للقانون الدولي وعقب أمام عملية السلام وتهديد لحل الدولتين وأورد البيان الانتهاكات الإسرائيلية في أراضي سبعة وستين هذا القرار الأوروبي جاء مكملا لقرار سابق للاتحاد الأوروبي بوضع وسم يميز البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن واحد وستين بالمئة من الضفة الغربية مصنفة من تقاجيم تستخدمها إسرائيل في بناء المستوطنات وأراض لتدريب جيش الاحتلال ومزارع للمستوطنين وكانت مصادر صحفية إسرائيلية قد تحدثت عن حالة من الغضب انتابت حكومة الاحتلال وبذلت قصار جهدها للحلولة دون إقرار الاتحاد الأوروبي هذا القرار ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل تعيش حاليا ذروة معركة سياسية كبيرة مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو تخشى أن يؤثر القرار على شرعية اعتبارها القطف عاصمة لها وعلى استيادتها على هضبة الجولان المحتل فضلا عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أعلن وزير الداخلية الجديد وزعيم حزب شاس أريدارعي أنه سيتقدم باختراح قانون ينص على سحب الجنسية الإسرائيلية من كل مواطن عربي يقرر الانضمام لتنظيم داعش وبحسب القانون الإسرائيلي فإن كل من يغادر البلاد للانضمام إلى داعش ستتم سحب جنسيته على الفور على يد وزير الداخلية دون اللجوء إلى القضاء أو تقديم لائحة اتهام ضده ولن تتاح له العودة إلى البلاد واللجوء إلى مسار قضائي معين للالتماس ويدعي درعي أنه بادر لقانون كهذا لخلق رادع في وجه الشباب العرب يمنعهم من الالتحاق بالتنظيم وبحسب جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباب يقاتل حاليا عشرة شبان من الداخل الفلسطيني في صفوف التنظيم أقرت جامعة حيفا الإسرائيلية سلسلة عقوبات انتقامية بحق ثلاثة طلبة فلسطينيين قاطعوا نشاطا تطبيعيا بمشاركة محاضر مصري في كانون الأول الماضي في السابع عشر من كانون أول الماضي شارك المحاضر المصري عمر سالم في محاضرة بجامعة حيفا بعد أن استضافه المحاضر الإسرائيلي أيلان فشر خلال المحاضرة تدخلت مجموعة من الطلبة الفلسطينيين من أبناء الأراضي المحتلة عام 48 وانتقد الطلبة مشاركة المحاضر المصري في النشاط التطبيعي فقال له أحدهم حينها روح أحكي لعائل الدوابشي عن التعايش روح أحكي لعائل الدوابشي روح أحكي لهم عن التعايش روح أحكي لهم همات انتمراء للحضر الإسرائيات قال غيراتنا هم decompوع اريش هذا النحوطين الثبع جمان الم hypocrاء من Loures 테اته الطهائم اللي بتدافع عنا كمش подпис Bey هذا الطهائم اللي بتدافع عنا يحبك شرفت يا دكتور عمر يا بتاع التصبيع عملولك ايه موثيمة عملاء اسرائيل فرشولك اوسع سكة من الجمعة على مكة وهناك تنزل على الاقصى ويقول عليك يا عميل المحاضر المصري والمحاضر الاسرائيلي رفع دعوة داخل الجامعة ضد الطلاب الفلسطينيين الأسبوع الماضي ليستدعي مكتب رئيس الجامعة الطلاب ويبلغهم بعقد لجنة ضبط لهم الطلبهم معتسم زيدان موران أبو عطا وجولي الياس وقد وجهت لهم اللجنة تهم عدم الالتزام بتعليمات الأمن والمحاضر والإضرار بسمعة الجامعة وضيوفها والتحدث بصوت عال ومزعج لا يليق بطالب أكاديمي وإثر ذلك اتخذت الجامعة قرارا وصفه نشطاء بالفاشي ونص على فصل الطلاب الثلاثة من الجامعة مع وقف التنفيذ لمدة فصل دراسي واحد بحيث يسمح لهم بمتابعة دراستهم على أن تنفذ العقوبة بحقهم في حال ارتكبوا أي مخالفة للوائح الجامعة كما تضمنت العقوبات عدم استماح للطلاب الثلاثة بالمشاركة في أي فاعلية تنظم داخل أروقة الجامعة لمدة شهرين وخدمة الجمهور لمدة مائة ساعة وتوجيه انذار بالغ الخطورة مصرية تحولت إلى إسرائيلية وفازت بجائزة التفوق في وحدة الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي تناول الإعلام المصري والإسرائيلي في الأيام الأخيرة قصة دين محمد علي المصري التي سمت نفسها حاليا دين عفادية وهي مصرية أسقط رئيس مجلس الوزراء المصري الجنسية عنها وذلك لالتحاقها بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفاخر الجيش الإسرائيلية في صفحته على الفيسبوك بهذا الإنجاز الكبير ونشر صورها بالزي العسكري لجيش الاحتلال تبدأ قصة دين محمد في مدينة الإسكندرية حيث ولدت وترعرعت وكان اسمه أنذاك كارولين عبدالله وروا الدين في مقابلة مطولة مع الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي أنها لم تعرف أنها يهودية نسب إلى أن اقتحمت منزلها مجموعة من أتباع التيار السلافي في مصر وهددتهم بمغادرة مصر على الفور الأمر الذي تسبب في هجرة عائلتها من مصر إلى الأراضي المحتلة جراء غلق المجتمع المصري أبوابه في وجه العائلة اليهودية بحسب تعبيرها كان عمرها أنذاك خمسة عشر عاما فالتحقت بمدرسة دينية في القص المحتلة ومن ثم التحقت بالجيش الإسرائيلي كسائر أترابها وكان من الطبيعي أن تصل إلى وحدة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي وأن تعمل تحت خدمة أفيخاي أدرعي المتحدث للإعلام العربي مساء الخير أنا دينا وفاديا يهودية ولدت في مصر الإسكندرية حية المعمورة أدعوكم لمتابعة السادة الشخصية للخروج الثاني والأخير من مصر معروف خروج بني إسرائيل من مصر بسبب هلاك متعزيب فرعون ليهود وفيه لفضل في مصر كنت أنا وعائلتي من اللي بقوا لحد مدة مريبة جدا السادة مشوعة أول أدعوكم تشاركوني لحظاتها بكرة لها تايد الفصح اليهودي استدروني وستشوفوني حياة سعيدة الإعلام المصري وعلى رأسه الإعلامي أحمد موسى استغل القصة للحديث عن العار الذي ألحقته الشابة بالمجتمع المصري قائلا لا يشرف أي مصري أبدا وحدة ربط والصينة في مصر وأصبحت جزءا من الكيان الصهيوني النازيون الجدد كشفت صحيفة عبرية نقاب عن تكاليف حفلات ومراسيم ودع كل من رئيس المصاد الأسبق تمير فاردو وقائد الأركان الأسبق بني جانس بالإضافة لمفتش عام الشرطة السابق الحنان دانينيو وبحسب ما نشرته صحيفة دعوت أحرونوت فقد كانت حفلة ودع رئيس الشباك الأكثر تواضعا وبلغت تكلفتها 130 ألف شيكل فقط وهو ما يشكل ثلث تكاليف حفل ودع قائد الأركان الإسرائيلي السابق بني جانس وأظهرت الصحيفة أن تكلفة حفل ودع بني جانس كلفت دافعي الضرائب 600 ألف شيكل أي أكثر من 120 ألف دولار في حين بلغت تكلفة حفل ودع مفتش الشرطة السابق 400 ألف شيكل أي نحو 100 ألف دولار أمريكي جولة فوتوغرافية على أبرز أحداث هذا الأسبوع موسيقى 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 ختام حلقتنا من أعرف عدوك إلى اللقاء اشتركوا في القناة